المترجم للقناة أنه لا بد أن يكون صحيحا وهذا كانت غلطة ما رح يتشكل الدين ولا رح تسمح بتشكل الجماعة أو تشكل على أساسها جماعة جديدة وفقا لدين جديد نابع من ظروف الحياة في تلك اللحظة فبالتالي دائما لدينا دين يدعي أنه هو صحيح وأننا وأن علينا اتباع هذا الدين الصحيح دائما هناك مسافة بين الدينين الدين الصحيح والدين الشائع أو الدين الذي تجري ممارسته ويجري الحرص عليه وتنفيذه بالتالي رجل الدولة ما هي وظيفته أن يطبق تعاليم الدين الأساسية ويدير شؤون هذه الجماعة وأيضا يحميها من شرور الجماعات الأخرى أو يدافع عنها ضد أي ظروف ليست في صالحها يعني ظروف مناخية ظروف بيئية ظروف مهما كانت زلازل التضامن بين الجماعة سحي تطلع اختراقات كثيرة حكومة فاسدة وما لذاك لكنها أموما الحكومات مهما كانت مهما كانت درجة سوء فيها تبقى هي تعرف وظيفتها الأساسية وهي حماية الجماعة الضحايا للأفراد لا بأس لا توجد مشكلة لكن الجماعة بأكمله هي يعني الثابت الذي تجتمع عليه الجماعة وأيضا الجماعة بالتالي هو المعيار الوحيد والأكبر دائما والذي نجده موجودا في كل تعليم من تعاليم الدين وعليه فأن الدولة دائما هي عبارة عن أداة لتنفيذ ما يكتشفه رجل الدين أو رجل يعني الشامان أو أي تسمية ربما حتى الآن يعني الخبراء الاستراتيجيين نجد أن نسميها بالدولة الحديثة الخبراء الاستراتيجيين هم هؤلاء أو المستشارون الكبار لرئيس الدولة لأنه لم تصبح هناك وظيفة رجل الدين فالدولة الحديثة الآن هي هناك الدين حديث وأنا سميه العلمانية إلا ما نوع من أنواع العلمانية التي لديها مقدسات مختلفة عن مقدسات الإلهة العلمانية هي نوع من أنواع الدين لكن بدلا من أن يطوف رجل الدين حول الثابت الإلهي الرجل العلماني يطوف حول الثابت الأرضي أو الثابت العلمي أو الثابت الوطني أو القومي فهذا الفرق الوحيد لكنه في كلتا الحالتين المسألة الثابت تبقى موجودة وهذا الثابت سيبقى موجودا سواء سميناه وطن أو سميناه إله أو سميناه تاو أو سميناه دارما أو سميناه أي تسمية كانت أو حتى في زمن هتلريين أي تسمية كانت المهم هو هناك ثابت يعني التسمية الحقيقية الجوهرية له هناك ثابت يجمع الجماعة وهذه الجماعة أيضا لها أشكال مختلفة الجماعة سير مجتمع سير دولة سير نظام سير قبيلة سير عشيرة سير نحلة سير طائفة أسماء مختلفة لكنها دائما هناك بقرة اسمها الثابت أو كعبة أو أوزموة بالأبارة السومرين أتم أوزموة هي هي يقلك النقطة الفاصلة بين السماو والأرض دائما هناك ثابت يدور المدينة فكرة المدينة هي دائما تجد أن هناك معبد وهناك شعب يعيش حول هذا المعبد ويعتبر هناك منطقة هي هذه المنطقة المقدس والمدنس فيما بين الاثنين كما يتحدث عنها مرسية الياد المهم هذا الثابت هو الموجود سواء كان علماني أو متدين أو أي شيء وهذا المشكلة وين أنه الجميع لأن الصورة مختلطة عندهم يعتقد أن هناك فرق هائل بين العلماني والدين والمتدين لا الآن المسألة ليست هكذا عندما نفهم أصول الموضوع ستتفكك كل الخلافات فيما بيننا ونفهم ما الذي يجعلنا مختلفون إلى هذا الحد حول قضايا هي في الأصل تشعبت بدون أن نعرف سبب تشعبها سبب تشعبها هو هذا اللي أقوله الآن هو الدين هو القطيع وهذا اللي بداية الحديث ممكن واحد يرجع له وهو باختصار أن هناك الدين شيء اسمه دين حسب تعريفه وهو هذا القطيع الذي يشكل المجتمع وهو أكبر من المجتمع وأن المجتمع لا يتشكل بوجود دين سابق بالتالي عندما يتحدث عن علم الاجتماع فهذا علم الاجتماع يأتي ليدرس المجتمع في ظهوره الجماعة في ظهوره بسبب وجود دين وليس أن نقول أنه هنا الدين هو وجه من وجوه المجتمع أو تياء أو ركن من أركان المجتمع كما بالتعبير الدكتور خزع على عدة الحضارات يقول هناك 16 ركن من أركان الحضارة من واحد من أدهاء الدين أنا أعتبر لا المسألة أن دوسة نظر مختلفة قل بأن الدين هو الذي يشكل الحضارة ليس الحضارة لكن الحضارة مفهوم مختلف تماما هو الذي يشكل المجتمع والمجتمع بعد ذلك هو الذي يمكن يشكل حضارة أو ما إلى ذلك لكن هو الدين هو الأساس الذي لا وجود المجتمع بدونه وهذا الدين هو النظام الذي يسمح بوجود الجماعة وإن لم يوجد نظام يسمح بوجود الجماعة فبالتالي جماعة غير موجودة أصلا وأختصر وأقول بأن الدين هو أيضا بهذا المعنى هو الذي يخلق النظام والنظام تخلقه المصالح المشتركة التي تحدث تلقائيا بين الجماعة وربما تحدث بشكل مقصود لكنها هي في جواهرها دائما تحدث بشكل تلقائي لأننا بحاجة إلى بعضنا البعض وهنا راح نصير عندنا مشاكل مركبة أنه وما دائما نحن عندنا دين خلق هذا الدين خلق جماعة هذه الجماعة هناك جماعات أخرى اجتمعت مع بعضها بسبب وجود دين معين وهذا بالنتيجة كل دين خلق مجتمعه وخلق نظامه وهذا الدين رقم واحد مثلا خلق الإسلام الشيعة السنة البروتستانت المانوي الهندوسي آلاف الأديان عبر التاريخ هذه كلها هي حصيلة الألاقات فيما بينها راح يشكلنا منظومة معقدة جدا فيما بينها لكنها جميعا تتشكل وفقا لحاجة سابقة على وجود الجماعة نفسها قد ما تفشل جماعة في الاستمرار معناها النظام الذي يجمع فيما بينه والذي هو الدين أو القطيع الذي تشكلت بسببه نظام القطيع الذي شكلت به انهاره ولم يعد قادرا على الصمود فليس أمامه إلا أن يخلق دينا جديدا أو ينظوي تحت دين جديد تخلقه الظروف التي وجد فيها يعني الظروف التي تدمر الدين القديم هي نفسها التي تخلق الدين الجديد مثل ما حدث أنه الدين الإسلامي وجد الظروف دمرت الأديان القديمة وسمحت بظهور دين إسلامي وأيضا سمحت بظهور دين مسيحي وأيضا سمحت بظهور مذهب بروتستانتي وبروتستانتي الآن في أمريكا عشرات المذاهب تقريبا سنويا تطلع هاي كلها هي عبارة عن انهيار لمذهب سابق وظهور مذاهب جديدة ليس لأنها تريد أن تظهر لأن هناك انهيار لابد من وجود ظروف تخلق أديان جديدة وبالتالي الجماعات الجديدة والأنظمة الجديدة والسلطات الجديدة والقوانين والأعراف الجديدة فهي سلسلة من التداعيات والآن بعد الفاصل سأتحدث عن لماذا أقول بأن رجل الدين وجود ضروري حتى ما دامت الحياة البشرية ما دام القطيع البشري موجودا فكونوا معي والآن وفقا لما سبق تحدثنا عن ضرورة وجود رجل الدين لماذا؟ لأنه يظهر كنيديدة طبيعية لظاهرة طبيعية هي ظاهرة وجود القطيع البشري أو أي قطيع من الكائنات الحية يعني ممكن نعتبر النحل أيضا عند دين الخاص لأنه كل مجموعة جماعة بشرية تقسيم العمل فيما بينهم وأيضا هناك إيمان لكل عضو في خلية النحل أو الدبابير هي لديها تعرف عملها وتقاتل في أجل من أجل هذا العمل وهناك الدبابير تقاتل حتى الموت وبل هي تقاتل وتدافع وتموت بسبيل الدفاع عن خلية النحل أو خلية الدبابير خاصة هذه ممكن واحد يطلع عليها في عالم الحيوان وهي شكل قطيع أنا سميه هذا دين المملكة النحل هي عبارة عن دين نظام من أنظمة العلاقات الدينية ولهذا تجدون أن هذا النظام هو الذي سمح العلاقة من نظر التطور لأنه هو الذي سمح باستمرار حشرة من حشرة مثل حشرة النحل وأيضا مثل الدبابير وعندما نأتي نفحص أن هذا النظام هو ناجح جدا ودليل على هذا أنه نسبة تقريبا كما نعرف الحشرات تقريبا مليون نوع لكن نسبة وجود النحل والعدديا والدبابير ونوع ثالث من الحشرات نمل أيضا نسبة وجودها عدديا تقريبا تسعين بالمية تخيلوا العداد الأخرى كلها ما تطلع عشرة بالمية أو خمسة بالمية من أنواع الحشرات وأغلبها محددة بالقراض لماذا؟ لأنها لم تتشكل ضمن نظام ديني وفقا لتعبيره أو نظام قطيع من القطعان بالتالي أقول أن رجل الدين هو وظيفته أن يستكشف النظام الغريزي الذي يجعل الجماعة البشرية تجتمع معه هذه هي وظيفته رجل الاجتماع ليست هذه ليست وظيفة رجل الاجتماع ولا علم الاجتماع بأكمله وليست وظيفة أيضا رجل الدولة ولا رجل السلطة هؤلاء جميعا يعملون خارج في فضاء الذي يخلقه رجل الدين فرجل الدين بدنا نتيب بطريقة هو نبي أي جماعة هو وحي هذه الجماعة والشخص الذي من خلاله يتم استنباط القيم التي جمعت هذه الجماعة معا والتي يجهلها الجميع بمن فيهم رجل الدين نفسه لكن رجل الدين يتميز عنهم بأنه على معرفة أكبر بهذا الموضوع وهذا اللي يطلب من عنده أن يتخصص دائما في عمله وأن لا يتداخل عمله مع الحقول الأخرى هذا اللي وجدنا عبر التاريخ بأكمله ومختلف الجماعات يعني البدائية جدا أو المتطورة جدا هذا يستدأي السؤال هل تحتاج هذه الجماعات المفكر؟ أو الفنان؟ لا تحتاج بالدرجة الأولى الرجل الدين فقط الكاهن هذا الكاهن هو منبع القيم التي تنتشر بين أفراد الجماعة وهي هذه القيم التي استطاعت أن تفهم يعني التي استطاعت استنباطها من نمط الألاقات فيما بينها صحيح هناك أخطاء قيم فيها مبالغات كثيرة لأنه أصلا هو الموضوع يعني الجماعة البشرية اجتمعت كما قلت في البداية حولها بطريقة غامضة وبطريقة غير مفهومة والها علاقة بالأسباب بالظروف البيئية والها علاقة بالجانب اللا إيرادة الضخم داخل الإنسان وبالمنطقة اللا واعي داخل الإنسان كثير من التصرفات لدينا هي تصرفات لا واعية إنه الجسد هو الذي يفرض الشروط عليك غالبا في نسبة كبيرة فبالتالي مسألة غامضة هو هذا اللي أدي دائما إلى أن رجل الدين يبالغ في تصوراته ويشط أحيانا في تصوراته لكن ليس هناك من خيار آخر سواء سير خلفه سواء رجل الدولة يأتي يسير خلف رجل الدين لأنه هو إلى سلطة دائما على الجماعة البشرية وأفراد القطيع البشري فلا يمكن أن لرجل الدولة أن يتخلى عن رجل الدين ليس لأنه لمصدر سلطة رجل الدين ومصدر شعبية داخل الجماعة بل لأنه لا يستطع أن يعمل بدون القيام التي يبثها رجل الدين داخل الجماعة والتي بالأصل ليست وليدة اختراع رجل الدين بالكامل إنما وليت تصوراته لنظام الألاقات التي يربطوا فيما بينهم لن تجد رجل الدين يأتي ويقرر شيئا لا تقرر به جماعة كليا ربما يقرر شيئا فيه شيء يعني يبرر أو يشرع عن شيء جديد نوعا ما فيه اختلاف بسيط لكنه لا يستطيع أن يولد تغييرا كبيرا جدا إن لم تكن هناك جذور سابق عليه لهذا سبب رجل الدين دائما صلة بالماضي وليس بالمستقبل وأيضا ليس الماضي بمعنى الزمني الكرونولوجي يعني ليس معنى متتابع لا معنى الماضي الذي هو داخل عمق الجماعة بعمق الجماعة النظام للألاقات التي يرفض فيما بينهم ويقول بأن هناك هذا النظام الذي شكلت جماعة منذ البداية وهذا النظام هو نحن نحاول مسعانا الوحيد أننا لا نتحرك تجاه الزمن التطوري بفكرة تطور فكرة حديثة لكن نحن نسعى إلى العودة للنظام أو اكتشاف النظام الأساس الذي نحن عليه وبالتالي هذا النظام كان موجودا سابقا وعلينا العودة والتخلص من حالة الانحراف التي نحن عليها وطبعا الانحراف هذا هو أبدي ولن يستمر ولن ينتهي وهذا يفسر أيضا كثير من القضايا والمفاهيم الدينية منها مثل يوم القيامة مثل الناس على خطأ دائما المشكلة الناس لا هناك انحرافات هناك كفرة هناك أناس ضالون هناك منحرفون هناك ملحدون وهذه كل هذه منظومة المفاهيم المختلفة والتي تطرد كل شيء من حضيرة الدين وهي حضيرة الدين هي حضيرة القطيع الديني القطيع البشري فهذا كله هو وليدة هذا الشيء الذي تحدثت عنه منذ البدعية وهو أن الدين هو القطيع بناء على كل ما تقدم أقول بأن هذا الجماعة هل تحتاج المفكر لا لن تحتاج المفكر بالعكس هذا المفكر سيكون عام الوبال والتدمير وسبب قاتل لتدميرها وحتى عملية يعني حتى الأشياء البسيطة أي علامة من علامات الحرية الفكر وحرية الإرادة وحرية التصر وفكرة الحرية بيأكملها فكرة مرفوضة لأنه أنت أصلا أنت تبحث عن ثابت الثابت لا يوجد ثابت في الحرية لا يوجد في الحرية ثابت الحرية شيء يدمر أي ثابت الحرية شيء متغير متحرك فبالتالي أنت هدفك أن تبحث عن الثابت التي تجمع فيما بيننا أنت تأتي وتخترع وتستكشف المتغيرات التي لا تجمع ما بيننا فبالتالي أنت تحدث شرخا لا يمكن له أن يندب بل أنك تريد أن تؤسس لشيء لا يمكن أن يكون له أساس فبالتالي الجماعة البشرية أتخشيها إلى من أي شخص يخرج ويقول دعونا نتغير دعونا نتطور دعونا هذا علامة يعني سوري أنت دخلت في منطقة الأرض الحرام أو منطقة الألغام وهذه الألغام عمرها آلاف بل ربما من مئات الآلاف من السنين من التجارة البشرية المريرة التي دائما ترفض وجود متغيرات طارع عليها ولم تتعود عليها أو لا تشكل جزءا من نظام العلاقات فيما بينها هنا أصل إلى قضية أعتبرها أجازية وهي أن كيف ظهرت المؤجزة اليونانية هذه المؤجزة أنا أستغرب أنه كيف يمكن أن يظهر مفكر في ضمن هذه الجماعات هذا نعتبره شيء أجازي لأنه يجري على عكس النظام الذي يشكل المنظومة البشرية بمعنى معاني أن الكائن البشري دائما لديه جانب سلبي موجود داخله هذا الجانب السلبي من معنى الديني من معنى الجماعي يعني الجانب الذي يدمر الجماعة دائما موجود داخل الإنسان وهذا شيء أعتبره شيء غريب جدا وخارج يعني يحتاج عادة النظر في فكرة الحياة نفسها يعني فكرة الحياة كمفهوم وليس الحياة هي موجودة سواء تفكرت بها أو ما فكرت بس هي كفكرة كمفهومة للحياة نفسها المعنى أنه آخر حتى دعا شوية خدناها من هيجل أنه القطيع يتشكل وفي داخله أيضا توجد عوامل تدميره وليس يعني لا تأتيه من الخارج أو بفعل الظروف إنما هو بفعل تشكله نفسه يخلق العامل المدمر له وهذا اللي نشوفه عبر التاريخ يعني الدين المصري مثلا استمر مئات السنين وتنوع وتشكل لكنه مع وقت جماعات المصرية أو العراقيين السومريين الأكاديين البابلين السومريين هي حضارة مدن وأيضا الشام حضارة مدن ومعظم الحضارات أو الجماعات عبر التاريخ هي جماعات مدن أكثر شيء وقبلها جماعات صيد وترحال وجماعات متفرقة كل واحد دينها الخاصة ومعتقداتها الخاصة ختاما أطرح السؤال المهم أعتبره واللي هو يعني زبدة زبدة إنه الآن كيف لنا أن نفهم الجماعة البشرية وما هي أفاق تطور هذه الجماعة وفقا لهذا المنظور المنظور إنه الجماعة هي القطيع أو الدين هو القطيع أو أن لا وجود لأي قطيع بيوجود وجود نظام للعلاقات نسميه دين أو أي تسمية أخرى أو علمانية ربما ما يكون مشكلة هذا السؤال أنا أعتبره أنه أفاق تطور هذه الجماعة أو هذا الدين أو هذا القطيع أو هذا الجماعة العلمانية أو الوطنية هذا السؤال صعب جدا لكن علينا أن نتذكر بأننا قلنا بالبداية لا تقوم جماعة دون وجود ثابت تدور حوله وهذه الجماعة دابد أن تخترأ الكعبة التي تدور حولها وفي رأيي نحن أشبه بالفراشات التي لا تستطيع إلا أن ترمي تطوف حول النار وترمي نفسها لكي تحترق فنحن جماعات لا بد أن تحترق في حقل الجماعة أو حقل القطيع الذي نولد فيه كما يقاتل ذكر الدبابير حتى الموت على أبواب مستعمرة الدبابير دفاعا عن المستعمرة نحن في الحالة نفسها بالنسبة لنا نطوف دائما حول قضية ما ومستعدون لأن نضحي بأنفسنا من أجلها الأمل الوحيد أو الفرصة الكبيرة بالنسبة لنا في رأيي كجماعات بشرية هو أن نفهم أننا الآن أصبحنا قادرون وفقا لهذه النظرة على فهم ما نحن فيه يعني أن هذه الحاجة لأن نتوحد فيما بيننا ونشكل قطيع أو أنه لا أن نشكل قطيع لأننا أن ننتظم ضمن قطيع وهذا قطيع هو شرط ضروري لبقائنا سابق علينا وسابق على الدين وسابق على كل شيء أنه الشرط الأساسي وهذا موجود علينا أن نفهم أن هذا الشرط يجب أن نسير حوله كما قلت يجب أن ندور حول شيء ما كما تدور الفراشة حول النار فهذا مصيرنا لا يوجد خيار آخر حتى الآن ربما العلم بالمستقبل هندسة جينية يعني يكتشفون شيء جديد مختلف يغيرون بالجينات بالديناي هذا موضوع آخر لكن أنا أقول أن هذه الجماعة لن تنتظم إلا بوجود بأننا ضمن جماعة ضمن يعني تحترق ضمن قطيع فبالتالي إحنا فهمنا هذه المسألة كل ما علينا أن نشكل أو نتحكم بالنمط الذي نجتمع عليه ونقول أن هذا النمط متآلف معنا نشكل إطار من الأطر القطيعية التي يجمعنا معا كما يوجد حاليا مثلا بالدول الإسكنافية الدول العالم المتقدمة حاليا هناك هذه الدول كلها تجتمع تحت فضاء علماني هذا الفضاء العلماني يقول لك بغض النظر عن اختلافاتنا في الرأي وفي التفكير وفي كل شيء وبالنظر هناك شيء ما يجمعنا معا وهو فكرة وجودنا داخل مجتمع متنوع يسمونه متنوع لكن بحقيقة يسمونه متنوع بالقيم العليا القيم العليا أن هناك وطن ندافع عنه جميعا وهناك مقدسات يجب أن لا نناقشها وهو مثلا القانون هو القانون هو الله بالمناسبة يعني هو قبل سابقا كانوا هو ثابت أيضا فبالتالي يقول لك هذا الوطن احنا يجمعنا معا أنا دنماركي أنا سويدي أنا ألماني أدافع أو أنا أعتبر أنه هاي مسألة الألمانية أو الانتمال الألماني أو الدستور الألماني هو السقف الذي يجمعنا معا الذي الذي لا نتجاوزه في كل حال من الأحوال هذا السقف الذي هو الذي يشكل قطيعنا الخاص وطبعا إذا أجينا على المنظور البشرية بأكملها أيضا لدينا ما هو يجمعنا معا وهذا الذي لا يتجاوز أحد مثلا هناك قيم عامة تشمل البشر جميعا وهذه القيم لم تولد إلا لأنها موجودة سابقة على وجود الجماعة نفسها ولا وجود لها ولا وجود للجماعة إلا بوجود هذه القيم السابقة مثل يعني أشبه ما تكون هي بالوصايا أو الأساسية لا كذب والقتل تحريم القتل والقيم الأساسية أو الوصايا العشرة بالتعبير اليهودي نوعا ما الخلاصة خلاصة هذه الفكرة بأنه ما نحتاج بعد ذلك أن نغلف هذه الحاجة بأسماء إلهية ونتغلفها بأسم مقدس وما إلى ذلك نعرف أن هذه المسألة أساسية بالنسبة لنا وأنها حاجة ليست نازلة من حابطة من السماء ولا حابطة من ولا لو هناك آديولوجيا يجب أن نؤمن بها ولا فكرة إيمان إنما نحن منضعون تحت هذه الحاجة مرغمون على أن نجتمع معا وهذا الاجتماع كل ما علينا أن نتفهمه ونجد ما هو مناسب للتعامل معه وهذا هو يوضحنا بأن كل دين هو عبارة عن نظام يكتشف الغراء الذي يجمع فيما بيننا كما تجتمع قطعة الخشب مع قطعة خشب أخرى هذا بتعبير الدور كايم شكرا جزيلا وأسفل طالع وأتمنى أسمع أراكم طبعا هذه الحلقة بالمناسبة لها علاقة بحلقة قبل سنة نص نشرتها وأن الدين المجتمع ظاهر دينية وليس الدين ظاهر اجتماعي وأتمنى العودة إلى تلك الحلقة وهي حلقتين على جزء نشرتها وأيضا عادت نشرها قبل بضعة أشهر مع السلامة